حتى كمان أداء الأندية لما منشوف المواجهات الأفريقية سبب التراجع ده إيه خاصة اللي كان نروح لعب في السودان أو واجه المنتخبات أو الأندية السودانية كانت بأمورات صعبة جدا طبعا السودان يا جماعة احنا عارفين كويس إنه غير مستقر سياسيا وغير مستقر في الفترة اللي فاتت دياته وكانت فيه يعني الثورة اللي قامت وحصلت الفترة اللي فاتت الحقيقة الوضع السياسي أثر على الوضع الرياضي الانتحاد السوداني اللي كنت تقدم حتى هذه اللحظة هناك صراع في نتيجة الانتخابات بين الأستاذ معتصم جعفر والدكتور مأثر على الرياضة حتى هذه اللحظة يعني الانتحاد غير مستقر الفترة اللي فاتت الحقيقة الانتحاد السوداني مر بفترة عصيبة جدا إنه ما عندناش ملعب أو أستاذ تلعب عليه بطولات أفريقية بدليلنا العمنة كل مباراة تصفيات كسال أمم أو تصفيات كسال عالم في المغرب وحياة مصر حياة استضافت بطولات الكنفدرالية والشامبيوز ليك في مصر هنا والهلال جاي بكرة إلعب في دور الكنفدرالية هنا في مصر فما عندناش ملعب حتى هذه اللحظة في السودان طبعا دي مسؤولية الاتحاد ومسؤولية الأندية ليه حتى هذه اللحظة الملائب لا تطابع بواصفات الاتحاد الأفريقية نمرة واحد نمرة اثنين تعني منتخب السودان تهلك أس الأمة الأفريقية يعني دي كانت حاجة كويسة أوي من 3-4-5 شهور كان الأدق قوي جدا وكانت الفرقة ماشا كويس وكانت الأندية يعني شد حيالها في الله أغلب منتخب السودان الآن من الهلال أغلبه يعني ولدينا مريخ فيه 4 أو 5 لعيبي المشكلة الكبيرة أنه حقيقة اللعيبة ما عندهاش حقيقة كانت حقيقة الروح القتالية كانت ممعدة ما تماما اللعيبة ما كانش مشكل اللعيب مسؤول أنا لو حتى فيه أي مشاكل سياسية أنا كلاعب كورة لازم أكون بقدي من أجل حتى بلدي من أجل الدوافع اللي عندي وكانت أبقى لعيب كويس ودي كانت فرصة كويسة جدا للعيبة السودانيين أنه من خلال هذه البطولة العربية أنه ممكن اللعيبة تحترف بسهولة جدا في هذا المحفل العربي العالمي لأن الفيفا تحت مظلة الفيفا المطولة فمشميها الفيفا عرب كمان فأنا بقول يعني حقيقة يعني الشعب السوداني كله من خلال كل الميديا والمنصات اللي موجودة كلها حقيقة انتقدت هذا الموضع بشدة وأخيرا عرفت أنهم أقالوا المدرب الآن المدرب منتخب السودان وعينه براهوما مكانه وده طبعا ده حل مؤقت طبعا ولكن ليس حل جزري السودان محتاج لعادة كل الهيكلة وكل البنية التحتية بتاعت الرياضة في السودان وده طبعا شيء يجب علي أن يكون من خلال هذه الثورة القائمة وتمنى إن شاء الله السودان يعيد الذكريات أنه هو من أول تلت منتخبات أو دول أفريقية مؤسسين الاتحاد الأفريقي سنة 57 مصر أسيوبيا أسيوبيا تلت دول طبعا نتمنى كل التوفيين إن شاء الله الكرة السودانية خلال الفترة القادمة كبشاطة حق يعني عملت كثيرا داخل الاتحاد الأفريقي هل من الممكن يكون في تضارب في الموعيد ما بين بطولتين قريتين مثلا أو بطولتين عالميتين زي بطولة دوري بطولة أفريقيا للمنتخبات وبطولت كثيرا دي شوف أنا طبعا أنا جيت الاتحاد الأفريقي من 2001 إلى 2018-2019 وتواجد في تلك الفترة مع رئيس عيسى عياته ما كانش أبدا حد يجرؤ إنه بطولة أفريقيا دي حد يأجلها أو الزحزحها من وقتها طول عمرها من سنة 57 يناير فبراير فبالتالي الحقيقة الاتحاد الأفريقي الآن أنا مندهش جدا إنه لماذا لم يتدخل رئيس الاتحاد الأفريقي أيوة والأستاذ هاني بوريدا وإنفنتينو كانوا كلهم موجودين في مصر هنا الأسبوع اللي فات ليه ما تكلموش في هذا الموضوع النادي الأهلي نادي مصري نادي أفريقي بيمس الأفريقي في كسل عالم الأندية وده حاجة كان تمس أفريقي كان يجب على حقيقة المجلس فرصة وهما موجودين في مصر كان أنا عايزة أعرف الأسباب إيه هل ضعف الاتحاد الأفريقي هل أنه إنفنتينو أصبح هو اللي بيدير البطولة الأفريقية هل هل الاتحاد الأفريقي ما عادش له الباور أو القوة لأنه قول لا أنا بطولتي مش هتتغير أنت لن تغير لكنه طبعا هحكي لك حاجة بسيطة جدا أنه ليه الاتحاد الدولي أصر على هذه الفترة بالذات تشيلسي عنده جدول مع الاتحاد الإنجليزي الاتحاد الإنجليزي لا يمكن أعجل مطش فبالتالي يعني يا تشيلسي يلعب يا تشيلسي نسحب ولو تشيلسي نسحب بلعب السيمي فاينل والفاينل بطولة حتبوز منه والرعاة كمان والرعاة كمان بطولة تسويقية فبالتالي دلوقتي أصبحت يعني تشيلسي هو السبب في أنه خلى هذه الموعيد تكسرها من عندها في ذلك الوقت هل الاتحاد الأفريقي يقدر يزحز على الموعيد ولا هل الاتحاد الدول يقدر يزحز على الموعيد والموضوع حقيق أنا سميته الكاثورة الخطيب طبعا عمل عمل زوم اتحاد الأفريقي اتحاد المصر اتحاد الدولي وبيشوف الأمر وفيه برضو بعد الأقاويل بتقول ممكن البطولة الأفريقية تبدأ أربع تيام باتري عشان تتيح الفرصة أنه ممكن تلعب في كاس العلم الآن دي يعني ديف طريقها للحل ولو تعزر الموضوع تماما أنا متأكد أنه اتحاد المصري كورة القدم بالإدفاع مع كيروش يدري تنزل عن بعض الأشخاص